الآن نحن نتحدث عن كروت الفيجا من شركة أمي السؤال سنعرفون كلنا أن كروت الفيجا تنقسم لمجموعتين بسكريت كارد بالزات الكروت المفاصلة هي اينفيديا و شركة ايمدي عندنا من شركة اينفيديا النهاردة نتحدث عن كروت الفيجا 680 والكروت الثاني هو 680تون فروزر 2GD5 الكروت بزء من إبداعات شركة ايمي السؤال برضو في التكنولوجيا الكروت دي أولا المفتوحة باور الكروت دي فيها خاصات التوين فروزر من ايمي السؤال لتنظيف الفنات اللي على الكارت علشان ما يبقاش عليها تراب الكروت بتخلي بتمنع تكويم التراب على الفنا نفسها الكروت دي بتحمل مميزات الكائة العسكرية من MSI اللي هي مليتري كلاس سكري كمبوننت اللي احنا بنقول عليها المكونات هي السوبر فيرت شوك والهي سي كاب والسولد كباستور برضو ان الكروت دي في خاصات الكروت دي البوردة بيكون 2 جيجا 256 بيت GDDR5 مميوري في دي سبيلاي كورت في دي دي اي نقدر نوصل بي توصلات كلها عشان نقدر نشوف صورة مدمجة مع الصوت في HDMI بالذات الفرق بين الكارت اللايتنينج والكارت التون فروزر التوجي ان الفيس باور في الكروت اللايتنينج بيوصل لعشرين فيس باور الكروت التون فروزر بتوصل لحدود من عشرة ستة عشر دي بالنسبة للكروت الافيجا الاما اس ا اي الانفيديا نرجع تاني ونخش على كروت الامي دي وننكلم عن الكارت سبعة تسسوائة وسبعين لايتنينج ودى احدث كروت انتاجتها شركة اامي دي وطبعا اما اس اي بتحط بصمتها على الكارت دا بتخليه من الفئة العالية جيدة اللا هي فئة اللايتنينج اللا بتحمل العشرين فيز باور في الفيجا اريد طبعا الباور الديجيتال مفتوح وكسل يوسف جي بي ورياكتر اللي برضو بيحمر خاصائي ستوين فروزر من الامي اس اي وبردو فيه خاصيات انه هو ان الفان بتتحرج عشان تمسح الاتريبة الاول قبل بيشتغل الكارت على اساس ان الفانة بانضيفة وبيحمر المنتجات مليتر كلاس ري كنفوننس اللي هي السوبر تيريتشوك والهي سي كاف وي السولد كاباستور وفيه خاصيات الفاني تي سيكس ريدي اللي احنا نقدر نشغل ست شاشات من كارت واحد اه دي الكارت اللي هو الار سبين ناين سبين تي لايتنينج فرو ام اس اي برضو عندنا الكارت العظيم والدبار من اما اس اي اللي هو الكارت الار سبعة ومائة وصرعين الهوك الكارت دو بيحوز استحواز سفيئة كبيرة اوه من الكاستمر لان الكارت دو بيحوز نقدر نول عليه اللي هو من مين ستريم لهاي انت وكمان ان سعره مقارب جدا للاسعار اللي يقدر اي حد يقدر يشتريها ممكن يوصل الكارت السعر دو في حدود مكسمم في حدود ميتين وتسعين دولار برضو خصائص الكارت دو كويسة جدا ان الفانة بتقدر تعمل دست ريموببل على السناق بتنظف الاعتبار اللي هو انلوق ديجيتال باور مصدر 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 مليتري كلاس كومبولننت سوبرفيرت شوكا سوليد كابسطر استعمل ايامي دي R7 870 اثنين جيجا يعمل ايامي تعالي ايامي دي بردو دي صلاقة مسيطة عن منتجاتنا في المنتجات اتمنى انها تكون عجبتكم انشاءالله وتحزيئك شكرا ترجم فكرا